في صورة حياة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك حتى السوريين في لبنان كيف يعيشون وسط هذه الأزمة أزمة كورونا التي تهز العالم طبعا هناك قلق شديد لدى اللاجئين الفلسطينيين بما يتعلق بأزمة كورونا ولكن في الميدان الحمد لله حتى اللحظة الراهنة لا يوجد إصابات في المخيمات الفلسطينية في لبنان هناك حالة واحدة لشاب فلسطيني هو خارج المخيمات وليس من أبناء المخيمات إنما الإشكالية تحصل بأن المخيمات هناك اكتظاه سكني فإذا حصل وأصيب أحد ما فأن هذا مؤهل للتوسع بشكل غير مسبوك على أي حال أن هيئة الممتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا تهيئ أماكن لحماية الأفراد الذين يمكن أن يكون لديهم ذلك في أكثر من مركز وبالتحديد في مركز سبلين للتدريب في حال أن هناك اشتباه في حالات ما فهم مستعدين يستقبلوه حتى يعزلوه عن الآخرين وحتى لا يتنتقل العدوان طيب دكتور محمود دعنا نعود إلى المعلومة الأولى التي طرحتها بأنه لا توجد حالات إصابات كم هذه المعلومة دقيقة ويمكن التأكد منها هل خضع القاطنو المخيم إلى عمليات فحص مثلا؟ طبعا الأونروا مستعدة لإجراء عمليات فحص لكل شخص يشعر أن لديه الكورونا وليس لأي شخص يريد إجراء فقط فحص عادي وحتى الآن لم يصل للأونروا أي حالات جديدة أو أي حالات فعلية فيها مرض الكورونا لأن الأونروا طبعا وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وكذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وهذه الأجهزة الثلاثة هي تتعاون في محاولة أن لا يتفشى أي نوع من هذا الوباء في المخيم الفلسطيني لأنها في تلك اللحظة لن يستطيع التمسك به طيب في هذه النقطة تحديدا تقول أن الأونروا وكذلك الجهات الرسمية في لبنان مستعدة لإجراء الفحوصات لكن السؤال هل ذهب أحد من هذه الجهات إلى المخيم لإجراء فحوصات هناك لأنه قد يكون هناك حالات إصابة ولا تعلمون بها طبعا هي تعود للأفراد العايشين في المخيمات هم هناك حتى يكون فيك صورة في كل مخيم المخيمات يوجد هناك مركز صحي للأونروا والأونروا رغم إغلاق كل مراكز الآن التي لها طابع تعليمي وتدريبي وغير ذلك إلا أن المراكز الصحية مفتوحة في كافة المخيمات وهم لديهم استعداد لاستقبال أي حالة تشك بأن يكون لديها وبالتالي تجري المتابعة مع الدول اللبناني ومع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال هذه الحالات واليوم تحديدا مستشفى الهمشري أعلن استعداد لاستقبال أي حالات مصابة بالكورونا وهم جهزوا الوضع بذلك إضافة كما ذكرت سابقا أنه سبلين ولكن سبلين للحماية الوقائية وليس للعلاج طيب تتحدث عن الاستعدادات ما هي طبيعة هذه الاستعدادات إذا وقعت حالات إصابة لا سامح الله الاستعدادات حالات الإصابة هي أن يتقدم الأسرة أو الفرد إلى الأوروة ويتم بالتعاون بين الأوروة ووزارة الصحة معالجة هذا الأمر وكذلك لأنه هناك في اتفاق مع مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاستقبال مثل هذه الحالات وبالتالي الأوروة هي المسؤولة ولنكون صريحين أما الأطراف الأخرى فهي تشجع اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا هيئات المجتمع المدني على متابعة هذا الأمر وتوضيح مخاطره وإذا كان في أي أحد في الأسرة فليجري متابعة ذلك عن طريق عدم السكوت عليه لأن هذا ممكن أن ينتشر اشتركوا في القناة